ميد بريس تقدم أبرز العناوين ترجمة نانسي قنقر موتوقة أن أحد وكلاء اللاعب المغاربة حاول إقناع سوفيا الراحمي وإستمالته لإعطائه توكيلا رسميا يتيح له فسخ عقد مهاجم الرجاء من جانب واحد وتسهيل انتقالي لفارق سعود في صفقة انتقال حر وشددت المصاددات أن الوكيل المذكور أوضح لسوفيا الراحمي أن عدم توصل بمستحقاته المالية العالقة بدمة الرجاء تسمح له بفسخ عقده من جانب واحد والاستفادة من مبلغ انتقاله كاملا غير أن نجم الرجاء رفض المقترع على الفور ودون تردد وأوضح المصدى ذاته أن مهاجم الرجاء صد الوكيل المذكور ورفض مواصلته الحديث في موضوع رحيله عن الرجاء مجانا مؤكدا أن الراحمي أكد للوكيل أن أفضل الفارق الأخضر عليه لا تعد ولا تحصى وأنه لن يعض أبدا ليدا التي أحسنت إليه يوسف انصيري يحصل على جائزة جديدة في إفراقيا يقدم الدول المغربي يوسف انصيري مستوى لافت ومميز خلال الموسم الكروي الجاري رفقة فارقه شبيليا الإسباني في المنافسات المحلية والأوروبية اتساهم في تحقيق الفارق الأندلوسي نتائج جيدة في جميع البطولات بفضل عدد الأهداف التي سجلها حتى الآن وتواجد يوسف انصيري ضمن قائمة أفضل الهدفين الأفارق الناشطين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى ما يعكس توهج مهاجم المنتخب الوطني خلال منافسات الموسم الكروي الجاري وتضمنت قائمة أفضل عشر هدفين في إفراقيا في الدوريات الخمسة الكبرى يوسف انصيري الذي يحتل المركز الثاني برسيد ستة عشر هدفا وراء المتصدر محمد صلاح مهاجم ليفر بولا الذي سجل تسعة عشر هدفا ويحتل السينيقالي بولاي ديا مهاجم ريمس الفرنسي المركز الثالث برسيد اتنة عشر هدفا وجاء الكونغولي سيلاس أومونكيتوكا رابعا برسيد احدة عشر هدفا في محل الزينبابوي تينوتين داكا ديويري في المركز الخامس برسيد تسعة أهداف زيادة في الوزن تضع حمد الله في دكة البودلاء بذلافتا أن عبدالعزاق حمد الله اكتسب كيلوغرامات زيادة أثناء فترة النقاها والعطلة التي قداها في المغرب هذه الزيادة التي تحدثت عنها صحف سعودية غيرت قرار مدرب النصر السعودي آلين هورفات الذي ينتظر أن يضع النجم المغربي ومهاجم الفريق في ذكة البودلاء يوم السبت خلال مباراة النصر أمام الهلال في كأس السوبر السعودي وكان حمد الله انضم إلى تدريبات فريق النصر الجماعية بعد عودته من المغرب وباتت مشاركته في نهاية كأس السوبر السعودي محتملة وفق تقارير سعودية من جهتها صحف الاقتصادية السعودية أفادت أن المدرب الشخصي لحمد الله حدد خمس دقيقة فقط لمشاركة اللاعب أمام الهلال وفقا لحالته البدنية مشيرا إلى أن الجهاز اللياق للنصر سيجري اختبارات لللاعب لتحديد الوقت على أن تكون حرية اختيار توقيت مشاركة حمد الله بيد المدرب الكرواتي وكشفت الصحيفة عن سر زيادة الوزن الملحوظ على حمد الله خلال الفترة الماضية وقالت إن الأمر يعود إلى تناوله دواء بسبب تعرضي للإصابة في العضلة الضم خلال مشاركة النصر في دور أبطال آسيا مما تسبب في زيادة وزني أكثر من 8 كيلوغرامات تعافي عبد الكريم بعد لاعب المنتخب المغربي من كورونا أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يوم الجمعة تعافي اللاعب الدولي عبد الكريم بعد دي المتواجد ضمن قائمة المنتخب الوطني المغربي لللاعب المحليين المشارك حاليا في بطولة إفراقيا لهذه الفئة بالكاميرون من فيروس كورونا المسجد وذكر الجامعة في بلاغ نشرته على موقعي الرسمي أن نتائج المسحة الطبية التي أجرها يوم الخميس كل من اللاعب عبد الكريم بعد دي والمدلك عبد الله بالحبيب كشفت تعافيهما من فيروس كورونا المسجد وكان اللاعب بعد دي قد غاب جراء هذه لصبع المباراة الأخيرة التي أجرى المنتخب الوطني المغربي ضد نظره الأغندي لحساب المجموعة الثالثة وحسمها لصالحه بخمس أهداف لإثنين لينتزع تذكرة العبور إلى دور الربوح حيث سينازل منتخب زنبيا في المباراة التي ستجمع بينهما مساء يومي الأحد المقبل على أرضية ملعب إعادة التوحيد في دواله وفي هذا السياق أفد المصدر ذاته بأن عناصر المنتخب الوطني تواصل تحضيراتي لهذه المباراة حيث أجرت مساء يومه الجمعة حصة تدريبية على أرضية ملعب بباندا امتدت لحوالي ساعة وعشر دقائق وركز خلالها مدرب النخبة الوطنية السيد الحسين عموتة على الجانب التقني والتكتيكي وتصدر المنتخب الوطني المغربي المجموعة الثالثة بسبع نقاط من فوزين وتعادل واحد فيما احتل المنتخب الزنبي المركز الثاني في المجموعة الرابعة براسيد خمس نقاط جماعهما من فوز وتعادلين رسميا الويداد يحسم صفقة نجم البطولة الاحترافية نجح مسؤول فريق المغرب التطواني لكرة القدم في إقناع أيب الكحلم هاجم الفريق التطواني بإتمام صفقة انتقاله للويداد الرياضي خلال المركاتو الشتوي الجاري الذي انطلق رسميا يوم العشرين من الشهر الحالي ويستمر لغاية خمسة من شهر فبراير المقبل وعلم موقع لدخو السوس والسوس بور من مصادر جد موتوقة أن سعيد النصاري رئيس الويداد الرياضي أغلق ملف انتقال أيب الكحل بعدما انهى كافة التفاصيل المرتبطة بانتقال هذا الأخير للفريق الأحمر ووقع في كشوفات الفريق الأحمر ليصبحتان التعاقدات الرسمية للويداد خلال فترة الانتقالات الجارية وبات الكحلتان التعاقدات الرسمية لفريق الويداد الرياضي بعدما ضم في وقت سابق منصف الشراشم لاعب شباب أطلس خنفرة والذي وقع هو الآخر في كشوفات الفريق الأحمر وفق عقد يمتد لأربع مواسم ونصف ويصابق الويداد الزمن من أجل التعاقد مع لاعبين آخرين من أجل تقييدهم في لائحة الإفريقية التي ستغلق بعد غد الأحد فيما لازل مركات الشتوي في الدور الاحتراف مستمرا إلى غاية خمسة من شهر فبراير المقبل ترجمة نانسي قنقر